بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد يقزغ الأخلاق الحسنة الحياء الحياء ما تيقان الحياء أرسن تنين كنيس تشلحيت يقدس تاريجا هو الحشما الإنسان ريت تحشام الحياء عرفن تلعلماء أننا كيقز هو معناه رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيحدث بينهما أو بسببهما حالة تسمى الحياة الإنسان يعني أريد تلاحظ يخفنس غير درسن النعم غير يشفك ربي تبارك وتعالى للنعم وكان أريد تلاحظ يدني أريد تلاحظ يدني مت يعني التقصير التقصير يعني هو أريد شكر أنني عمان لغور شكر أنني عمان أريد تقصير يعني أريد كيس كاريات الحالة لغلق البنك أريد تقصير الحياة أريد شمس غربي تبارك وتعالى وكان الحياة يخصك تستحيوت يعني غربي تستحيوته لغل عيبات الحياة يقزغ الإيمان الحياة من الإيمان إنه صلى الله عليه وسلم إنه سيد النبي صلى الله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة الإيمان قس الدرجات قس الأعمال بضع وستون شعبة كده وستين فأعلاها قول لا إله إلا الله اختديقان أعلى درجة الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إذا أردت تسنقارات كران الأذى كران الشوك كران الزبل كران اللوز كران الججاج كران الحاجة يعني يرى أذان المسلم أردت تسنقارات أردت تحيات وقال إنك والحياة شعبة من الإيمان والحياة يقزغ شعب الإيمان إنك النبي صلى الله عليه وسلم كما إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة يعني كل دين كل شريعة جسية للخلق يعني إنت إنت يوش هارن الشريعة ينلغ الدينان الإسلام أشهر خلق هو ميت الحياة الحياة خصينة إن السنت يلغ الديني خصينة Volk Phantom اتحشم زغ العلماء يعني اجيكي للحياء اجيكي للحياء يعني زغر قزنك اتحشم زغر قزنك يجي التمغار وهكذا الى اخره وكان اول يعني من ينبغي الحياء له يعني اقناك اتحشم زغر بتبارك وتعالى زوار اشكو ان نبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس استحيوا من الله قالوا يا رسول الله انا لنا استحيي يعني هران نتحشم الناس ليس ذلك ما شيء ممكن استحيوا من الله حق الحياء الحياء من الله ان تحفظ الرأس وما وعاء يعني كل الجوارح ديلا نغيخ ولنك ولا ولا يمزغن ولا يمزغن ولكن كل شيء او اتحفظ او اردتت اعمال تبلغ الخير والبطن وما حواه البطن اديس انك احلق انك او رجيسك او مبلغ الحلال وأن تذكر الموت والبلاء هذا ما تفكر الأخير وكان يغتسكر تغنش كده هان تختدقل على من الحياء بالله تستحيوز ربي تبارك وتعالى هس قصيا الصحابين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر العورة يعني الجسم غايدة يخشنا أتزرنا مدن يعني ما يقل قدر النص الناس صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو مملكة يمينك يعني العورة كإخصاة تسترت التسترت يخفن يفسن وخادبان للاخره يضرن كده ولكن العورة يضرن المهم يعني الحاجة اللي يخشناتبان إخصاة تسترت أبلاز غايد الزوجان كتام غارتن زيان الناس يا رسول الله أرأيت أحدنا أرأيت أحدنا يكون وحده إما يقاب نادم غير وحده يعني إساج إجوز يعني كس الحواجنس مثلا كل شيء يقول ريح يحده مثلا زند غل حمام مثلا الدوش الله وغير الدوش مثلا الناس الله أحق أن يستحيا منه إغات حشام زغم الدن إغات حشام زغصيد ربي تبارك وتعالى زوار ما نحتاج إغالي إنسان وحده يخصي حشام زغر ببي تبارك وتعالى هورك كس الحواجنس كل شيء قبل إغرائيس سير ده يعني يعني كس غل موضع ده رايس سير لصفي إدل تدغ حياء من الله استحياء من الله إذن مسلمين يخصقسني للحياة تي مغارين تي حشميين تي فرخين يخصقسني للحياة ولا يفرخن ولا يحشمين ولا يرغزن ولا كل شيء ولكن الخلق قدرت تعلق بزاف أكثر وأكثر استمغارين تي مغارت ولا تحشميت يخصقسني للحياة كتر من رغز غيدا نظر أن كني يعني التنويات ولا الجامعات ولا الشوارع نعوذ بالله نضرب بيتبار وقتلا أغيس رسو غراسنز غراس الجند أشكو الحياة يجا كل شي قس الخير الحياة خير كله والحياة لا يأتي إلا بخير إنات النبي صلى الله عليه وسلم الحياة والرق والرق يويا بلا الخير والحياة كله خير نضرب بيتبارك وتعالى أغيق زويدة تحشمن صغر بيتبار وقتلا تحشمن صغر العباد أغيق يلي الخلق للحياة آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إنتاج المسلم الأمازيغي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر